في هذا الفيديو سأريكم كيف سنحصل على أقصى أداء لمحاكي سمارت غاقة في جميع النسخه على لعبة Free Fire أو أي لعبة كيفما كانت السلام عليكم يا شباب ومشاء الله دائما نكونوا بألف خير معكم أخوكم ومحمد رجعت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اللي بجمعة الخير سيكون عن محاكي سمارت غاقة تسريع المحاكي والحصول على أقصى عدد ممكن فريمات على جميع الألعاب Free Fire أو أي لعبة كيفما كانت نحل مشكلة اللاك والتقطيع ومبوط الفريمات على المحاكي والتحصل على أقصى أداء للمحاكي كم من بجمعة الخير زي ما تشوفون قد نكم على هذه الصورة أغلب نسبة مشاهدين قناتنا مش مشتركين يعني اللي بيشوفون مقاطعنا ما بيكونوا مشتركين في القناة أو ما بيشتركوا في قناة فالله يسعد لي يا إخوان اشتركوا في قناة وفعلوا الزر الزرس القناة هي راح تلاقوا فيها حلول لمشاكل المحاكي هذا كمان شرحنا عن حل مشكلة الشاشة الزرقة على المحاكي تحميله وتتبيته كمان تتبيت Free Fire عليه وكل ما يخص المحاكيات الألعاب الويندوز حلول المشاكل راح تقوها على قناتنا أول شي راح تسووه يا إخوان راح تنزل لوصف الفيديو أو في أول تعليق تروح لموقع الإلكتروني تحمل الملف ملف تسريع المحاكي على هاي الأيقونة الزرقة نضغط عليها بالشكل هذا يا إخوان راح ياخدنا لهذا الرابط هون الصفحة الموجودة هون نستنى هون تقريبا 15 ثانية بعدها نضغط على الرابط جاهز هون بعدها ياخدنا لتحميل الملف حجمه 72.7 ميجا بايت تسريع محاكي سمارت جاقا بعدها نضغط على Free Download هون يخوان لو فتحت أي نوافذ من بطقة هون سكرها عارف أنها يعلنت المزعجة شوي يخوان بس الله يسعد لي اياكم هي بتعتبر بس دعم بسط إلنا فتحت أي نافذ هون سكرها ورجع للتحميل تقريبا 30 ثانية وجداز جود الكابتشا بعد ما تمر التوانين نضغط على إنشاء الرابط يتم تجهز الرابط إخوان تأكد من حجم الملف اللي حملته عشان ما تروح تحمل ملف ثاني حجم الملف راح يظهر قدامكم 72.69 ميجا بايت تأكد من الحجم عشان لا تروح تحمل ملف ثاني أوكي نضغط على Start ونحمل الملف هذا هو الملف إخوان وهذا هو المحاكم نسخة هاي زي ما تشوفون قدامكم على هاي الصورة سبق واتكلمت عنها كيف تحملها وتتبتها تبت عليها فريفاير راح تلاقوا الفيديو في الوصف وفي القناة نيجي نفك الضغط عن الملف اللي حمله إخوان عشان هو اللي راح يكون عليه الشرح اليوم ويتركز عليه ندخل للملف نلاقيه بهذا الشكل أول شيء عندنا البرامج المهمة ندخل لهذا الملف عندنا ثلاث برامج إخوان وركزوا معايا شوي في هاي الخطوات راح نيجي عند أول واحد Park Control هذا البرنامج يخوان كل هاي البرامج بتلاتتهم بتحسن من أداء المعالج مو بس في المحاكي حتى لما تستخدم الجهاز عندك على التصفح مشاهدة الألعاب تانية تلعب أو تشاهد فيديوهات أو أي شيء المهم استخدامك الكل للجهاز هذا البرنامج ممتاز جدا يخوان اللي راح نسويه راح نيجي هون أنا مثلا باستخدم ويندوز 64 بت راح نضغط على 64 بت تستخدم 32 بت الويندوز تختار الأول نكس أوكي أي أجري ونكس تو انستول بالشكل هذا يخوان أول خطوة بنسويها نيجي عند هذا الخيار نضغط على انستول يخوان عشان ننتبت خيار BitSum Highest Performance Profile بالنسبة لأعدادات التاقة ننتبته بالشكل هذا يخوان ونيجي نختاره من هذا المكان BitSum Highest Performance راح نختاره من هون يخوان وقبل كل شيء تيجي هون على Control Panel Control Panel يخوان Control Panel بعدها نيجي على هذا الخيار ونخليه large icons ونروح على خيارات Power Options وفي هذا المكان يخوان راح نختار BitSum Highest Performance هذا الخيار عشان زي ما تشوفون Optimized CPU Performance يعني نحسن أداء المعالج هذا الخيار راح ما يتفعله ويتشغله يستحسن بالنسبة لجماعات اللابتوبات اللي بتستخدم اللابتوب يستحسن يعني تشيل البطارية لما تكون بتلعب مثلا ألعاب شيل البطارية وبعدها ألعاب عشان البطارية لما تكون تلعب عليها ألعاب في ناس بيقولك أنه بتتأثر في ناس بيقولك ما بتتأثر ولكن ممكن أنه ينقص عمر البطارية فا يستحسن لما تكون تلعب أي لعبة شيل البطارية ولعب على الشاحن مباشرة مع الطاقة بعد ما نختار الخيار هذا يا إخوان هاي الخيارات خليها disable كلها show advanced خليها الخيارات 100% make active بالشكل هذا يا إخوان apply وmake active بهذا الشكل بعدها راح نيجي هون ونضغط على ok خلصنا من الخطوة الأولى والبرنامج الأول راح نيجي هسا عند برنامج quick cpu التالت يا إخوان بالشكل هذا أنا 64 bit استخراج بعدها راح أتبت برنامج quick cpu أي accept next و next to install تواني بسيطة يتم تتبيط البرنامج طبعا زي ما قلت لكم برنامج quick cpu كمان دوره أنه يحسن أداء المعالج على الألعاب فرح نضغط على finish quick cpu بعد ما يفتح راح نختار خيار bitsome high performance هون يا إخوان تستخدم اللابتوب اختار هون خيار on battery لو بتستخدم اللابتوب بعدها هاي الخيارات خليها على 100% كلها كل هاي الخيارات 100% بعدها apply اوكي ونطلع من هذا البرنامج نروح للملف الأخير والبرنامج الأخير process lasso هذا البرنامج أحتبت نسخة ال 64 انا وفرت لكم جميع النسخ يا إخوان نكست اعجري install اوكي فتح معنا هاي برنامج process lasso أول شي راح نروح على خيار main ونيجي نعلم على هذا الخيار manage process of all users نعلم عليه ونيجي عند خيار pro balanced enabled نشيل عنه علامة الصح نرجع مرة تانية ونفعل خيار performance mode enabled نفعله بعدها نرجع مرة تانية ونجي عند خيار active power profile هذا الخيار ونفعل خيار bit some high performance نقشر على هذا الخيار هايو active ونقشر على هذا أولا يخوان راح نسكر محاكي smart gaga سكروا يعني لا تخليه شغال خليه مطفي المحاكي بعدها نضغط على all process فهذا المكان all process ونيجي من الكيبورد راح نضغط على ctrl a ctrl a من الكيبورد نضغط ضغطه ونضغط على ctrl a من الكيبورد عشان يتم التأشير على جميع هاي الأدوات وجميع هاي يعني ال process الشغالة والعملية الشغالة على الخلفية بعدها يخوان راح ندور على ملف explorer.exe نضغط مرة تانية من الكيبورد من الكيبورد مرة تانية على ctrl ضغطه ctrl ونضغط على explorer.exe عشان يتم التأشير على جميع هاي البرامج بس اتنا xplorer.exe بعدها يخوان نضغط click main click main من الماوس وننزل عند خيار AO priority هذا AO priority Always ونيجي عند خيار Very Low هاي العملية باختصار كل هاي العمليات والتطبيقات اللي تشغالها على الخلفية بنقلل من استهلاكها لموارد الجهاز خصوصا المعالج عشان نعطي أولوية لمحاكي smart gaga نعطيه أولوية بالنسبة لموارد الجهاز يتم استخدامها ونبطئ بالنسبة لهاي البرامج ولكن هاي البرامج يخوان اللي شغالت تانية زي جوجل كروم وباقي هاي البرامج ما رح تتأثر أبدا بالنسبة لأداءها رح يضل زي ما هو ولكن رح نقلل من استهلاكها لموارد الجهاز بعدها يخوان نفتح محاكي smart gaga زي ما تشوفون قدامكم هذا هو محاكي smart gaga يخوان شغلناه عشان أوريكم خطوة تانية كمان رح نعملها ببرنامج بروسس لازو عندنا هون active process رح نيجي عند خيار active process بعدها يخوان شرح نسوي رح نيجي عند project titan ندور على المحاكي نيجي هون ونشغل كمثال معنا free fire اوكي نيجي نشغلها ونيجي عند خيار project titan هذا project titan نضغط عليه كليك يمين ونيجي عند cpu priority هذا الخيار نيجي عند خيار always وهون high هذا الخيار نخليه high بعدها نرجع لنفس الايقونة ونيجي عند خيار priority always ونخليها high مرة تانية always ونخليها high بعدها يا اخوان نطلع من البرنامج او ننزلوا تنزلوا رح يختفي من هون او تطلع منه رح يضل هو دايما شغال هون هي you process lasso بعدها يا اخوان زي ما تشوفون المحاكي هسا اشتغل خلاص انا ما بدي هسا المحاكي رح ننزلوا المهم نرجع مرة تانية للملف يا اخوان ونيجي عند delete temp finds كل الملفات اللي رح تلاقيها هون رح تحدفها ملفات التم الملفات المؤقتة اللي بتأثر على اداء جهازك وما بتستفاد منها من اي شي نيجي نحتفها نرجع خطوه الواره delete temp files control a المهم احذف كل شيء موجود في هذا الفولدر اوكي نقشر هون try again اشتر مرة تانية وضغط على اسكن بعدها نرجع خطوه الواره نروح delete prefect files لو ظهرت معك اي ايقونة في ملفات التم او البرفتش بتقولك يعني هل تريد الاستمرار قل له اوكي لا تخاف هاي ملفات مؤقتة بس المهم الجهاز يحتفد بها بدون اموالها اي داعفة نشيلها يا اخوان زي ما تشوفون انا قاعد بشيلها قدامكم هاي الملفات لسا النظام بدي ايها فما رح تنحدف النظام لسا بدي ايها فنرجع ما في مشكلة game mode نفعله يا اخوان ونشغله شغل game mode بعدها نيجي عند خيار graphics settings نفعل هذا الخيار لو مش شغال عندك نيجي عند خيار browse هسا يش رح نسوي اخوان رح ندور على المحاكي محاكي يعني smartgaga نشوف وين موجود انا على سبيل المثال تبتتوا في القرصة C وحطيتوا هون نفتح المحاكي project titan engine ورح ننزل جي بخيار project titan add وحننزل للتست تحت للأسفل high performance save وتقدر تسوي الخطوة لباقي هاي الايقونات لو بدك تعطيها اولوية بالنسبة لكارت الشاشة لانشر مثلا options سويها لجميع الايقونات اللي موجودة قدامك لو بدك اوكي بعدها نيجي عند خيار disable visual effects هذا الخيار رح تلاقي على الخيار الاول انت رح تحط الخيار التالت بعدها نيجي عند خيار show thumbnails instead of icons نتعلم عليه ونعلم على خيار smooth edge of screen fonts هذا الخيار apply ونضغط على اوكي عندنا خيار background apps هذا الخيار رح تلاقي شغال شيله هي البرامج اللي بتشغل على الخلفية بتبطئ من اداء جهازك على الالعاب وعلى استخدامك العادي المهم هي بتبطئ اداء الجهاز وكل متأكد من هذا الشيء شيلها كلها تطفيها بعدها نرجع عندنا اخر اداة اللي هي اداة تقليل استهلاك الرامات عشان نقلل من استهلاك الجهاز للرامات تضغط على نكس اي اغري ونكس وانسل اداة هاي شو دور هاي اخوان بتقلل من استهلاك الرامات عشان بتوقف بعض العمليات اللي بتتم على الخلفية مش ضرورية ولكن تستهلك من الرامات عشان تقلل استهلاك الرامات الاداة هاي تقدر تدخل لها مثلا قبل ما تدخل للمحاكي لما تكون بتلعب مثلا حتى وانت بتلعب تقدر تدخل الادات وتضغط على يعني clear clean memory رح نيجي على الاعدادات واللغة رح نخليها English default clean memory رح اواركم بسرعة العملية كيف بتتم على سبيل المثال عندي الرامات 16 جيجا رام مستخدم منها 6.8 جيجا رام يعني جهاز حاليا يستخدم 43% 6.8 جيجا من 16 ضغطة واحدة بس رح ينزل للاستهلاك هذا يا اخوان يس ورح ينزل 5 4.6 4.2 3 ولاحظوا معاك كيف ننزل للاستهلاك الرامات عبر ايقاف العمليات الغير ضرورية اللي بتشغل على الخلفية والجهاز بيتنفس الرامات بتتنفس وهي الخطوة مهمة جدا لجهازك على الالعاب او على استخدامك العادي حتى الخطوة مهمة جدا تقدر تضغط كمان هون واشر هون عشان لا تظهرك مرة تانية هالايقونة ويس رح ينزل كمان للاستهلاك يا اخوان ينزل ينزل لحد الواحد جيجا يعني انا بشغل حاليا تصوير محاكي جوجل كروم كتير شغلات والاستهلاك بس في الاثنين جيجا تقريبا الاداة مهمة جدا ومفيدة جدا بالنسبة لكم خلص خلصنا من هذا الملف يا اخوان رح نروح هاسا لمحاكي سمارت جاقا ليش رح نسوي رح ارجع للقائمة الرئيسية اوكي نضغط هون ونجي عند الثلاث خيارات هذول والاعدادات ستنجز عدنا هون يا اخوان هاي الخيارات لا تغير فيها اي شيء الادفانسد هون بالنسبة للريزوليشن يا اخوان بالنسبة للاجهزة الممتازة والجيدة ولو عندك كارت شاشة خارجي ممكن انك تخلي نفس الريزوليشن اللي بتدعمها شاشتك 1920 على 1080 ولكن احنا بدنا للاجهزة الضعيفة رح نيجي على وهون رح نكتب 800 على 450 هذا المكان وهون رح تختار 160 بالنسبة للدي بي اي اي او تقدر تخليها 1280 على 720 على حسب انا هاي الريزوليوشن بحكي عن الاجهزة الميتة الاجهزة الضعيفة كتير هاي الاعدادات اللي انصحك تسويها او تقدر تسوي 1366 على 766 ولا 1280 على 720 مع ال 160 في الدي بي اي ولكن مبدئيا لو جهازك كتير ضعيف سوي هاي الاعدادات سي بي او هون بالنسبة للسي بي او لا تخليه اوتو رح نيجي هون تاسك مانجر يا اخوان بعدها رح نروح على خيار performance عندنا سي بي او هدا هو المعالج الخاص بيك تيجي هون عند خيار كورز رح تلاقي خيار كورز يعني الانوية اللي بيدعمها المعالج الخاص بيك مثلا عندي انا الستة هون ممكن تلاقي انت واحد اثنين اربعة على حز التمانية انا مثلا ستة هون فرح احط اعلى قيمة يعني طبيعي تحط اعلى قيمة بيدعمها جهازك او اعلى قيمة موجودة هون اربعة لقيت عندك واحد حط واحد نفس الرقم اللي لقيته هناك حطه هون اثنين يعني ثلاثة اربعة على سبيل المتال اربعة لقيت واحد واحد لقيت يعني اثنين ثلاثة نفس القيمة اللي لقيتها في سي بيو على تاسك ماناجر ستحطها هون ولكن الرامات ستأتي هون نرجع على الرامات يخوان تاسك ماناجر نفس الشيء نروح على الرامات على سبيل المثال لقيت عندك هون اربعة جيجا او اثنين جيجا القيمة اللي رح تلاقيها ويدعمها جهازك رح تحط نص القيمة على سبيل المثال جهازك بيدعم اثنين رام رح تحط واحد رام الف واربعة وعشرين جهازك بيدعم بس رام واحدة رح تحط خمسمية واثناش او تقدر تحط ميتين وستة وخمسين لو جهازك حبيبي والله جهازك كتير ضعيف حط ادنى شيء او اوتو على حسب اوتو لا تحطها حط ميتين وستة وخمسين او واحد جيجا على حسب الريندر خليها دايريكت اكس اشير هون هون يعني لو عندك سماعة او عندك مايكروفون تختارهم في هذا المكان الجيمز هون خليها سبعمية وعشرين على الديفولت لو جهازك ضعيف عندك كرت شاشة زي ما تشوفون هون سبعمية وخمسين تي اي حط الف وثمانين بي عندك يعني كرت شاشة اقوى تحط زي الجيتي اكسس عمية وستين حط وكاي الريندر كواليتي خليها اوتو يعني لا تغير فيها اي شيء وخلص بالنسبة للادفانسد هون عندنا خيار الريندر دايريكت اكس في بعض الناس وبعض الشباب بيواجهون مشكلة الشاشة السودة يخوان بتصير عندهم شاشة سودة فلو واجهتك هاي المشكلة تقدر تغير هذا الخيار للأو بي جي ال لو عندك هاي المشاكل ولما نخلص نضغط على خلص سيف و اوكي وعشان يتم حفظ هالاعدادات فيه كمان خطوة مهمة يخوان رح نيجي هون على تاسك ماناجر ونروح على خيار ستارت اوب ستارت اوب عندنا هاي البرامج اللي بتشغل لما انت بتشغل جهاز لما بتيجي تضغط على زر تشغيل تبدأ تشغيل جهاز كمبيوتر كان او لابتوب تلقائيا هاي البرامج بتشتغل فيستحسن انك تطفي هاي البرامج انا بتطفيها كل هاي اخوان زي ما تشوفون هون رح تلاقيه انت انابل انا بخليه ديزايبل ما بخلي اي برامج يشتغل لما اشغل جهازي لو بدي اي برامج اشغله حتى اشغل جهازي بعدها اروح اشغله انا بطفي كل شي اخوان بستنا النوتيفيكيشن الخاص ببرنامج الحماية كل شيء بطفي هاي الاعدادات وهاي الخطوات اللي سويناها صدقوني يا شباب رح تفرق معاكم شكل كبير جدا على محاكي سمارت جاقا رح تحصل على اقصى اداء للمحاكي بالنسبة لباقي الاعدادات للعبة فري فاير رح ترجع لي الفيديو اللي شرحت فيه تحميل اللعبة شرحت فيها الاعلاز اللي سويتها على لعبة فري فاير ولكن انا بتكلم هون على المحاكي نفسه محاكي سمارت جاقا رح تحصل على اقصى افضل اداء بادن الله للمحاكي اتمنى يكون نلعجكم الشرح وتكونوا استفدتم منه لا ترحموني اخوان من الشراكات اشتركوا في قناة وفعلوا زر الجرس اهم شيء هو اللايك لهذا الفيديو عشان ينتشروا يوصل الى اكبر عدد من ممكن من الناس نافذة تعليقات موجودة لو بدكم تحطونا اي تعليق اسطوري سنتوري زيكم او عندكم طوري قادم سلام عليكم رحمة الله